ضيفنا هنا في الستوديو الدكتور عمر السنهدي وهو استشاري مخ وعصاب دكتور عمر صباح الخير أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا صباح النور الله يحييكم الله يحييك دكتور يعني فعليا هل يرتبط أو ترتبط هذه المشكلات بفصل الشتاء وإن كانت مرتبطة أو لماذا أيضا هناك هذا الاعتقاد بأنها مرتبطة بالغوى البارد وجود الفصل الشتاء دائما تغير الجو يحصل فيه اتشار للفيروسات وما شابه والاتهاب العصب هذا في أساسه هو اتهاب فيروسي مما يسبب ضعف في وظيفة العصب ومثل ما شرحتي للأخت كبير شوي يصير في ضعف في العضلات بعض الناس يكون أشد أو أقل وأحيانا يصير يأثر على السمع ويأثر على الغدد اللعابية أو ما شابه طيب وش هي أسباب الرئيسية بس هو التيارات الباردة ولا إيش؟ هو الاتهاب فيروسي ويكثر مع التغيير الجو فعشان كده كتير يربط في التيارات الباردة وكده لكن في الأساس هو الاتهاب فيروسي يعني ما لا علاقة أنه هو والله يصفق وجهك ويجيكها بولوجيه هي مسألة زي لن في الونزة عساس أنه والله الشتاء في أكثر عرضة للفيروسات فهذا النوع من الفيروس يكثر في الشتاء إيش هو هذا النوع من الفيروس؟ مدى خطورته؟ وليش يسبب هالمشكلات أيضا؟ هو فيروس منتشر يسمى هيربس سيمبليكس فيروس موجود بشكل عادي ما في خطورة كثيرة على الأشخاص يعني نسبة حدوثة كبيرة موجودة نشوفها في العيادة المخ والعصاب بشكل متكرر عادي ويعني طبيعي ما هو شي غريب علينا طيب هل هو مثلاً اللي يصاب بهذا الشالل النصفي أو هذا الفيروس على حد ما ذكرت؟ هل ممكن أنه يعني ياخذ وقت طويل ست شهور سبع شهور للشفاء؟ ولا يعني وش الإجراءات اللي ممكن إذا أصيب هذا الشخص فيها؟ لش إجراءات العلاجية؟ وهل ممكن أنه يتشافى منها؟ نعم الشفاء بيد الله لكن أكثر من 70-90% يتشافون شفاء كامل بدون ترك أي أثار مستديمة نحن دائماً ننصح المراجعين أول ما يلاحظ أنه في ضعف في حركة الوجه يشوف الدكتور كون أننا بداية العلاج إذا عالجنا المرض في أول يوم أو ثاني يوم نسبة الشفاء تزداد من 70 إلى 85% اللي الشفاء متكامل بدون ترك أي أثار مستديمة حتى لو ما جاء مبكر فرصة شفاءة بشكل كبير تظل عالية نحن في الغالب تعالجهم في جرعة صغيرة من الكورتزون ما تسبب أي مشاكل لمدة خمسة أيام إلى سبع أيام تأخذ بالفم وإذا احتاج المراجع أي أشعات أو أي فحصات ثانية ممكن نقدمها لكن في الغالب هي حاجة بسيطة وتتعالج بشكل سهل جداً يعني بولوجيه ما هو خطير يمكن السيطر عليه وعلاجه بشكل كبير نعم أهم شيء وظيفة الدكتور يتأكد أنه فعلاً شلال العصب الوجهي أو السابع أو يسمى بيلز وليس السبب آخر لا قدر الله يكون أشد فهذه الطبيب المخ والعصاب يستكشفها بالفحص السريري أو بالأشعات والتحاليل لماذا دكتورة أنا أسألك لأنه يعني أنا أتكلم كمصطلح وأنت تقول الأسم العلمي لكن معروف عند الناس بالوجه له حضور اجتماعي كبير ومعلومات مغلوطة كثير يعني إذا ذكرنا دكتورة أنه لا دخل تطلع هواي قوي عليك النهاية هو فايروس تلتقط بشكل اعتيادي وأيضاً يؤثر عليك أيضاً طرق العلاج كان هناك مفاهيم اجتماعية عن طرق علاج أنه يعالج بالروعة أو يعالج بطرقها كونه حالة منتشرة فأكيد بصير منتشر في المجتمع وكل مجتمع عندهم لها اسم عامي مثل أبلوجيه أو غيره وكون نسبة التشافي منه عالية تطلع علاجات كثير ما لها يعني سبب نافيك أو تأكيدك على هل العلاجات الاجتماعية وما يقال يعني بروعة روعة ولا تبطى أي علاج ما يضر الإنسان ما أمانع فيه لكن في علاجات مثلاً ممكن تسبب أضرار أو ممكن تسبب ضرع على جسمه هذه اللي احنا نفضل أنه ما لاستخدمها بس ترى نشطت في هذه الأشخاص اللي يتعرضون لهذا الشيء أو اللي يصيبهم هذا العصب السابع يعني يقبلون بشكل ما هو طبيعي على الطب البديل والأعشاب ومدريش والخرابيط بدون شك عندنا فط علاجات الدوائية وبعد العلاجات الدوائية عندنا فيه علاج طبيعي وفيه علاج بالكهرب هذه ممكنها ممكن تساعد في التشافي وتسريع عملية التشافي العلاجات الكثيرة موجودة معها لأدلة علمية فأحنا دايماً نحاول نتجهنبها خصوصاً اللي فيها مثلاً أعشاب أو حاجات مكتظمة بالشخص مجهورة المصدر هذه دايماً نحذر منها تذكر دكتور أنه علاجة بالأمكان ومتوفرة وفعاليتها عالية طيب الحالات تصنف يعني من عادية خفيفة إلى متوسطة إلى عالية حتى فيما يتعلق بالأعدات الواضحة من ناحية شكل الوجه وغيرها أيضاً وهل لهذه الحالات وتصنيفاتها أثار مختلفة؟ نعم بدون شكل الحالات تصنف حسب الضعف أو الشلل في عضلات الوجه حركة عضلات الوجه من خفيفة أحياناً ما يلاحظها إلا مثلاً الطبيب المتخصص إلى واضحة جداً الشير بعيد عنك ما يتحرك نص الوجه ما يتحرك تماماً فإحنا دايماً حسب الحالة ممكن حالات الشديدة ممكن نضيف العلاج فيروسي هذا في الحالات الشديدة جداً أحياناً أو في جميع الحالات تقريباً نحاول نسوي علاج حافظة على العين لأنه يصير ضعب في عملية حماية العين من عضلة الوجه لأن الجفون تسبب ترطيب العين فهذا يسبب جفاف هذا من الأشياء المهمة التي ننتبه عليها كذلك مع العلاج نفس المشكلة منع مضاعفات أخرى مثل جفاف العين نعطي قطرات وممكن حتى إذا كانت الحالة الشديدة نحط حاجة زي الحماية على العين مثل واقي أو زجاجي أو بلاستيكي يكون وقت النوم أو ما شابه طيب من الفئات العمرية الأكثر إصابة أو تعرض لهذه الإصابة؟ هو يصيب جميع فئات المجتمع لكن معرضين أكثر سيدات الحوامل لسبب من الأسباب نشوف فيهم بشكل أكثر لماذا الحوامل؟ هي مجرد مشاهدة لاحظناها أنه سيدات الحوامل في آخر ثلاثة شهور معرضين أكثر لحدوثها السبب يخفى أحياناً لكن هذه ملاحظة شافه الأطباء حول هذه الملاحظة أي فعلاً دكتور هو نفترض أن الفايروس يلتقط من خلال السلوك الإنساني ويمكن الكورونا علمتنا كيف أنه لا نلتقط الفايروسات بشكل عام يعني دكتور ما في إجراءات وقائية إذا كان محددة على الحوامل كتصنيف ما هو والله أتكلم أنه سلوكي لا تصنيف كحالة حالاً والله الحوامل أكثر أكثر فيهم ما في تفسيرات كيف يمكن الوقاية من هذا الفايروس؟ الوقاية هي بشكل عادي نفس الاحترازات الطبيعية أسبابها زي ما تفضلت في روس أحياناً ممكن صعب جداً نحمي كل الناس لكن المهم أو المهم أن نعرف أنه حاجة بسيطة يتعالج ويتشافى بالشافك الكامل عند الغالبية العظمى للمصابين نعم دكتور عمر سنيدي استجاري مخوة عصاب شكراً لك أعطيك العافية لهذه الإضاءات الجميلة شكراً لك حلاً